السلامة بالله ربنا يرضى عننا جميعا مولانا في قراء القرآن شيوخ هذه الأمة من المصريين وعلى مستوى العالم من كنت ترى فيه أنه درويش بمفهوم الكلمة بحلواتها، بعلمها باتساقها مع الشريعة الإسلامية بمحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمقامات الارتقاء في درجات الزهد واحدة واحدة من المشايخ ولا من القراء؟ من كبار القراء من كبار القراء؟ أنا كنت بشوف الشيخ مصطفى السماعين والشيخ محمود خليل الحصري اتدرويشها بعنا يعني لما تنظري إلى سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري مش الناس النهاردة بتعترض على الدرويش دول في التمايل واوة لآخره؟ لم أجد قارئ يتمايل مع القرآن كما كان بقرأ الشيخ محمود خليل الحصري انظري إلي وهو يقرأ هكذا يعني إحنا كقراء زعيين بنقول الكاميرات واسبت خليك في اتجاه الكاميرا ما تفكتش السيمترية مع الكاميرا واوة لآخره لكن سيدنا الشيخ كان يفكد كل شيء لأنه يتعايش مع القرآن بروحه فإحنا عندنا في جسد يتمايل وفي قلب يتمايل الذي يميل الجسد القلب إيه اللي خلي جسد يميل إذا مال قلبي فميول القلب يميل مع القرآن حيث مال هو يتعايش مع القرآن فجسده يتحرك سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري شخصية الدروشية اللي كنت بشوف في شكله في تلوته في معايشته وهو يقرأ هكذا ما هواش وقوم في التلفزيون يعني طيب مين يعمل كده مين يعمل كده إلا إذا كان رجل دروش مع القرآن الدروشة دي البسطاء والعوامل الناس بيعتبروها نقص في شخصية الإنسان لكن أنا باعتبرها كمة الارتقاء إنه يتدروش مع ربنا لذلك قالوا إيه في حق الجماعة المدروشين دول سيدنا النبي قال كده قال لا يستحي أحدكم أن يسأل ربه شراك نعله شراك نعله أنا بقول يا رب مني لقصر وعاوز فلوس وعاوز صحة وعاوز منصبة أقول له النبي يا رب رباط الجزمة تقطع أنا عاوز رباط الجزمة وهو شراك النعل هو الإيه رباط الحزاء لا يستحي أحدكم أن يسأل ربه شراك نعله بالله عليك لما أنا قد قاعد في مجلس كده قدام الناس أقول له يا رب الجزمة تقطع إحنا عايزينك تبعط لنا حق رباط الجزمة عشان أربطها بالله عليك لما تسمعي الكلام ده من واحد تقولي عليه إيه أنت مختل فكريا هو الكلام ده يتقل ربنا نقول له بص كلما زاد الحب بينك وبين ربك رفعت التكليف فاتكلم ربنا في عظائم الأمور وفي صغائر الأمور مش كده حتى لو فقدت الإبرة الإبرة من إيدك تسأل ربنا يا رب الإبرة ده هتعايزين إبرة ترجمة نانسي قنقر